أشهد أن لا إله إلا الله العجيب أن ما دفعني لاعتناق الإسلام هو الزي الخاص بالنساء في الإسلام فالحجاب هو شيء مميز تختص به المسلمات دون غيرهن وهو أمر يثير الفضول والدهشة أينما حلوا لديك أشهد أنك تختص به المسلمات دون غيرهن لديك أشهد أن تخذها لن تباً فلساً لن تباً لها أشهد أنها هي عفاظها عفاظها أحبك ربي فقدوا وظائفهم أثناء الجائحة شكرا مينا حربلو مراسلة الجزيرة من لندن شكرا لك وهني أعلى ارتدائك الحجاب زادك بها أن نشرق في الشاشة مينا شكرا لك يريدون أن يعطوك صورة أن المرأة المحجبة متخلفة غير متعلمة غير قابلة للعمل غير جميلة كما نلاحظ في الأفلام الأجنبية عندما يعرضون مشهد لفتاة مسلمة محجبة ثم يخبرونك إذا أردت أن تصبح متحضرة اخلع ما ترتدي إلى الحجاب يا بنا تنجل الثواب والسبات إلى الحجاب يا بنا تنجل الثواب والسبات هذه أنا المحجبة يا طيفة محببة هذه أنا كما ترى سعيدة فقدرة أن أي فتاة تفكر أو خلعت حجابها بالفعل هي تهتم على الأغلب بأراء الناس أكثر من اهتمامها بالله عز وجل يوجد مثل الضباب في تفكيرها عن الحجاب لذلك تجد بعض منهم تنكر وجود الحجاب أساسا وتقول لا يوجد دليل في القرآن الكريم والسنة النبوية على فرض الحجاب تمام أنت خلعت الحجاب الله يغفر لك ولكن لماذا تحاربين القرآن الكريم وتصبح في حرب مع الله عز وجل الحجاب فرض من الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين من يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤثين فالحجاب ليست عهدى اجتماعية ولثنها عن أبائنا بل هي عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها نساء المؤمنين كالصلاة والصيام مع تفاوت مراتب العبادات لكنها في المجمل عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها النساء آية سورة أحزاب آية 59 عند الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين تركت حياة الشهرة والدنيا والمال ولجأت إلى الله بكل هدوء وسكينة منذ أربع سنوات طيب أنت أسلمت كم سنة يعني؟ أنا كنت 22 سنة لما أسلمت يعني في 2012 عمرك 22؟ نعم ما شاء الله سبحانه وتعالى انتظه بسي cuálفسه سيكون حياة من حاجب انت ب سنة مفكرة لا تضعهم تخذينتك تخلق تخذينتك أو تمرك تترك تخبرينهم قلت أنت تفاوت جوية ولكنت تحقيق بسى تأسل جميع الأفع سبحانه وتعالى انتظه بسيئة في جولها هي عفاقها عفاقها عفتها هي حجبها لا ترضى بالذل وها الهوال يا رف أمرها من الرحمن كانت ولم تزل أخيل على الصراط المستقيم لا ترضى بالذل وها النابية الكريم يا ربنا يحفظها لجوء الدين sisters with hijab on you'll always be a queen don't let them take your freedom or destroy your dream they say that you're a breast girl but you are truly free she wears it out of love now so please just let her be sisters with hijab on you'll always be a queen don't let them take your freedom or destroy your dream they say that you're a breast girl but you are truly free she wears it out of love now so please just let her be sisters with hijab on you'll always be a queen don't let them take your freedom or destroy your dream they say that you're a breast girl but you are truly free she wears it out of love now so please just let her be let her be محمدا محمدا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله وأنا أسألها عن الحجاب الشرعي قالت هذا الحجاب سأواجه به صعوبات عجيبة في بلاد فرنسا لكن والله لن أتركه حتى ألقى الله رسالة لأخواتنا رسالة لأخواتنا المسلمات رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله الراجاة لأخواتنا المسلمات لن ن أخذ العبر بالعادة، لأنه kita لا يشعرهم، لا تفضل أو لك على سواء الله أخي، لا يشعرهم من نفسه، لقد نفسه بحقوقها، لك وانته بحقق، لذلك لديك من نفسه، لك بالحق نظر لهم، فقال إن شاء الله فيه المسأل، فوقان، لقد قادر التحمل ولمت قد مرأت بحققتنا، فكرة عميها فكرة أولادة عدد هكرة وأيضا ، وليست عددت لهم وفي هذا هو وقلقها السببه في الم … يمكنك أن تشعر بكبيبات عامة وأيضا جميلة جميلة عميسيbe في فعيسي قبيبات حيث لا يوجد بكببيات الشمس للمنزل حينغ عدد مدينة أحب أن أصبح حجابة من المسلمين والمشترين وإن أصبح مدينة المسلمين يتعلم وإن أصبح عدد أصبح مجرد وحصلة إلى مربع عدد الأن أحب أن أصبح مدينة ومسلمين فقا لذلك في حتى أصبح أصبح مدينة على أعود الناس إلى 18 عندما أمس محاولة بداية حيث بإنسبة لحيث تأتي وخيراً في كل حيث ذلك جداً ومن كانت أحسن وحاولة ومحاولت دائرة أطلع أشخاص أعتقد أن أخذت دائرة أجتماعي ما أمسكوات تأتي ما إذا كان لحيث كل محاولة ما إذا كان لحيث أساني كان لحيث يشعر أشخاص وحاولة تأتي إلى أشخاص تأتي على مشاهدة تأتي تجد هذا المشكل موسيقى ماذا تعتقد عن مريندا؟ أعتقد أنها تبدو جميلة لقد قرأت في مرينة وبدأت في مرينة وبدأت في مرينة وبدأت في مرينة لقد قرأت في مرينة وقد أعتقد أن حياتي ولكنني أعتقد أنه متعدد وقد أعتقد أنه قرأت في مرينة عندما كنت أتعلم في مرينة ويحبت لهم من جميع الجميع المشهورية مهتمة الإسلام لتعب لهم هجاب لهم اربطي هم اعرف الناس لهم احبوا الناس أدخل الناس في المطلق لرغب لمسهنة لرغب من المسهور لرغب من المطلق شمعته في المطلق فهو مجهور عند رغب مجهور وكانت أنتبعين من أجل الصفحة أبداً طبعاً هذا هو كانت موجودة مرهد من الأيام وقد جدت أن أبداً أنه إذا كانت موجودة لعبعد ذلك يذهب إلى المتلقى أخذ منه وقد خذتت كثيراً بالنسبة لي أنني أجلتني� كيبت تتكلم بالنسبة لي أين خبرتك ونجلتني أشببه التي ستعحدث مع مانا في هذه المدارة طليل من المستقبل امتبار الآن من أقل على تسجيلها استطيع إخوة واحدة المطلوب فيتونها العنتي وتذهبت وفعلها تهوى قليلاً قليلاً بالنسبة لدينا مرة التسجيل مرة تسجيلها وانا بالنسبة مسألة مسألة حرف قليلاً ما نقوم بأسرية مرة عينية سألة رببنا هي مهمة جديد وافتحية اشتركوا في الناس كذلك جميعاً مهمة في الناس جميعاً بالتعلق وما أشهدين من مهاتم ومتعلق ومتعني جسد في مجموعة مجرد انهم مهمواً مهمة Потому что они видели, что в принципе С точки зрения какой-то социальной жизни Моя жизнь очень сильно изменилась И они понимали, что то, какое изменение Она приобрела вот эти изменения Они были только на благо мне Пусть, возможно, да Количество именно близких друзей Оно резко сократилось Но я также думаю, что это все-таки слава Богу Потому что те люди, которые были скорее пылью В моей жизни Они разлетелись и, как сказать, больше не зацаряют ее В университете у меня не было никаких проблем с преподавателями Ну да, был интерес Скорее был интерес И интерес этот проявлялся скорее от тех преподавателей С которыми был какой-то личный контакт Например, была такая история С преподавателем по этике бизнеса Что он установил меня в коридоре И спросил, как дословно переводится Аллах Но я растерялась немножко Говорю, ну, Бог И он меня наоборот исправляет И говорит, нет, единый Бог И было очень приятно Что люди проявляют именно позитивный интерес На экзамене он меня спрашивал о том Что не заставляет ли меня кто-нибудь носить платок И никто меня там случайно не угнетает Я сказала, нет, что все замечательно Я счастлива, что моя жизнь так изменилась Он сказал, что я уважаю твой выбор Поставил мне пятерку, не спрашивая больше ничего И, в принципе, негативных вопросов никогда не было А если они были где-то на улице Или среди молодежи Которая меня окружала, да, в университете Они были настолько сформулированы В невежественной форме Что, ну, я не считаю таких людей Или такое поведение Достойное внимания образованного человека Я думаю, что взгляд на ислам У меня изменился только в положительную сторону Пока я, как бы, то есть как Мы каждый день узнаем что-то новое Каждый день Я считаю, что мой взгляд на ислам Меняется только в позитивную форму Потому что каждый день мы узнаем что-то новое И, соответственно, понимаем Насколько мудра наша религия Насколько она полноценна И всеобъемлюще А взгляд на мусульман Он тоже меняется Как взгляд вообще, в принципе, на людей И он меняется так же каждый день И, возможно, там, сейчас Завтра он будет совсем другой Ну, потому что мы люди Мы все разные И от того, что человек принимает ислам Мы принимаем ислам Не сразу все По мановению волшебной палочки Становятся Суперправедными Суперправедными людьми Так что я считаю, что да Мой взгляд на мусульман Он меняется так же Ну, не сказать, что он всегда Меняется в положительную сторону Ин Аعجبك الفиديо لا تنسى الضغط على зер Аعجبني ومشاركة الفиديо ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة أحبك الله